في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح كيف تقوم بإنشاء بروفايل كيف تقوم بصناعة بروفايل يعني مثلا مثلا شاهدوا معي هنا سوف أخرج من هذه النافذة وسوف أريك مثلا المين هذه هذا الحاسوب أو هذا الـRDP في لدينا هنا 12 نافذة أوكي 12 بروفايل 12 حاسوب كل حاسوب من هذه الحواسيب هذه أو كل هذه البروفايلات أو كل هذه النوافذ لديه نظام تشغيل معين مثلا هذه الماك هذه الأندرويد هذه الـ Windows إلى ما غير ذلك هذا الموزيلا كروم إلى ما غير ذلك فكيف نقوم بهذه العملية كلما كترت كلما نوات كلما كان هذا مفيد أنه جوجل أو فيسبوك أو تويتر إلى ما غير ذلك لا يقومون بحضر الحساب يتم احتساب التعليقات اللايكات إلى ما غير ذلك أغلب الأحيان في أغلب الأحيان لن يتم احتساب التعليقات أو التفاعل بحكم أنهم يتعرفون على الحساب لكن الحضر هذا يكون نادرا أو صعب نادرا مهم سوف نشرح كيف نقوم بإنشاء حساب كبداية كبداية البرنامج يعطيك خمس حسابات مجانا هذا فقط من أجل التعليم إذا توصلت معي يمكن يعطيك أكثر من حساب وهذا سوف نشرحه إن شاء الله في حلقات مقبلة فتذهب إلى profiles على هذا الشكل وتنقل على create profile يقول لك يا سيدي هنا ما نوع البروفيل الذي أنت تريد إنشاءه مثلا مثلا في هذا الفيديو في هذه الحلقة سوف نركز على الويندوز سوف نختار الويندوز مثلا نظام تشغيل مثلا نقع عشرة لديك مثلا 11 أو 10 أو ما غير ذلك نختار العشرة والروكسي كروم هو نسخة الكروميوم يعني نسخة الكروم الويندوز كروم متصفح الكروم الكروم براوزر لدينا مجموعة من إصدارات آخر نسخة يكون أحسن شيء آخر نسخة بحكم أنه يكون في الترقيات يكون سريعة خفيفة إلى ما غير ذلك أنا من جيل 33 يمكنك اشترك على الـ 36 فأنت كآخر مستخدين يمكنك اشتغال على الـ 38 آخر نسخة قم باستخدامها هنا لدينا الـ User Agent هذه المبيانات المتصفح محرك البحث نختار جوجل بينج لما غير ذلك كبداية كبداية نصحة تستخدام البينج سوف نشرح هذا لاحقا إن شاء الله الآن سوف نختار الـ Proxy أنت لديك بروكسيات مسبقا قمت بإضافتها فشاهد الشرح إلا تجد الـ Proxy موجودة مسبقا ونقوم بتعيين هذا الـ Proxy الآن سوف نذهب إلى الـ Preference ركز معي جيدا هنا يجب عليك تقوم بنسخ هذه الأمور اليدوية لأنها سوف تقتصد عليك الوقت أنه نخلي هذه نفعل هذه نفعل هذه نفعل هذه نفعل هذه نفعل هذه نفعل هذه ونفعل هذه ويمكنك مرة أخرى أن تغير الفينجر برينت هذه ليس هناك أي مشكل وهنا يمكنك إضافة موقعك أو متصفح أو شيء ما لك يتم فتحه بشكل أوتوماتيكي بمجرد ما تفتح الحساب يفتح معه وننقر على Create Profile على هذا الشكل ونبروك عليك لديك الـ Profile الأول الذي قمت بإنشائه ننقر على هنا Start سوف يقوم بالبحث عن الـ Proxy تأكد بالنشغال وقد يقوم بتحميل المتصفح وسوف ننقر مثلا هنا Mr8.ca ونرى ما الذي سوف يحدث شاهده معي لقد اشتغل معنا ويتم تعديل أمريكية بوفالو إلى ما غير ذلك شاهده معي اشتغل معنا فهذا كان طريقة إنشاء Profile Windows الإعدادات الأساسية والضرورية شاهد الشرح مرة أخرى إذا لم تفهم لكي نغير البرنامج ونضعه في بروجيكت معين سوف نضعه هنا مثلا فيسبوك ما الذي سوف يحدث هو أنه شاهده معي إذا ذهبت إلى بروجيكت هنا شاهده معي لقد تم إضافة المشروع في خانات الفيسبوك يعني ما الذي سوف يحدث أنت سوف تقوم بإضافة عشر عشرين حساب فيسبوك كلها هنا حتى تنظم الأمور أنا سوف أعطيك مثال على حاسوبي الرسمي سوف أذهب إلى هنا بروجيكت شاهده معي هذه من البروجيكتات مجمعة من الحسابات كلها منظمة حسب الـ RDPات حسب الحواسيب وأنظمت الشغل فيها على هذا النسق أنت يمكن أن تسميها مثلا فيسبوك أو تويتر إلى ما غير ذلك يمكن أن تنظمها بطريقة معينة هذا كان شرح إنشاء الحساب على إنشاء حساب ويندوز سوف نلتقي لكي نشرح حساب من نظام تشغيل ماك أو اس وحلقة مقبلة نشرح الجول